من خلال جمج المنحوتات المادية والافترادية ترحب المنحوتات المعروضة في معرض سيربين تايم في لندن بالزوار الذين يحتاجون أيضا لهواتفهم الذكية لرؤية بعض الأعمال الفنية فيه هذا هو المعرض الجديد للفنان الأمريكي المعاصر براين دونلي المعروف باسم كاوس والذي أقيم تحت عنوان الخيال الجديد بمجرد تحميل الزوار لأحد التطبيقات يمكنهم مشاهدة تسعة أعمال فنية إضافية بوسطة تقنية الواقع المعزز على شاشات هواتفهم داخل المعرض وخارجه كما يتميز المعرض بأعمال فنية مادية بما في ذلك منحوتات برونزية ولوحات أكريليك ملونة ويؤكد الفنان دونلي أن الوسيطة الفنية الجديد كان وسيلة للهروب من ضغط انتشار كورونا على مدار العامين الماضيين بدأ دونلي حياته المهنية في التسعينات وأنشأ في البداية أعمال فنية ثنائية الأبعاد قبل أن يتحول إلى منحوتات الشخصيات ثلاثية الأبعاد التي جعلته مشهورا واليوم يعمل في الواقع المعزز بصراحة كنت متشككا قليلا في الأشياء الرقمية في البداية ولم أرغب أبدا في صنع أي شيء يثير الدهشة أعتقد أنه مع تقدمنا ستصبح الأمور أكثر حيادية وستشاهد هذا النوع من الحوار يحدث رقميا وحقيقيا لذا أعتقد أن هذه مجرد نقطة بداية لا أعرف ما إذا كانت مرحلة ثالثة إنها مجرد تطور فني هذا التطور فتح علما جديدا من الاحتمالات حيث لم تعد المنحوتات والأعمال الفنية مرتبطة بالجاذبية والمقاييس وحتى لم تعد مرتبطة بالمكان